نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد وتواصل المركز مع وزارة السياحة التي نفت الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد وأن المنشورات المتداولة مغلوطة وشددت الوزارة على أنه لم يتم السماح بنقل أي قطعة أثرية سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد مناشدة المواطنين عدم الإنسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية